نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات والبداية من محافظة أسيوت حيث تم صرف 500 جنيه من حتعيد الفطر لـ 4945 من العمالة غير المنتظمة أما في بورسعيد فقد تم افتتاح عمال تطوير نادي التثقيف الفكري الرياضي لذوي الهمة كمان في الدهلية تم تخصيص 18 مركز لفحص المقبلين على الزواج خلال أجازة عيد الفطر أما في الأليوبية تم تحديد 410 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الفطر تفاصيل أخبار أكتر في سياق هذا التقرير محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار كتيرة فأسيوت أعلنت المحافظة عن بدء صرف منح تعيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة للمسجلين بمدرية العمل واللي بيبلغ عددهم 4945 عامل بواقع 500 جنيه لكل عامل لمدة شهر من خلال جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف في الفيوم أمل مجلس القومي للمرأة بتوزيع 150 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان على السيدات غير القادرات بقرى مراكز طامية والفيوم وإطسة وده في مبادرة مطبخ المصرية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في شمال سينة شهدت المحافظة لاجتماع التنسيقي لمهرجان الهجن اللي بيقام يومي 24 وال25 من إبريل بمناسبة العيد القومي للمحافظة بحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن بجانب إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية ومعرض للمنتجات السينوية على هامش السباق في بورسعيد افتتحت المحافظة أعمال تطوير نادي التثقيف الفكر الرياضي لذوي الهمم بوانطقة خديجة بيه بالضواحي بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءة المبنى على أعلى مستوى بيضم المبنى أول مكتبة للأطفال من ذوي الهمم قادرون باختلاف وجام للألعاب ويضم أيضا ملعب لممارسة لعبة البوتشاء الخاصة بذوي الهمم على أعلى مستوى في المنوفية شهدت المحافظة استلام سيارتين إطفاء بتكلفة 6.825.000 جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لإدارة الحماية المدنية بالمنوفية للعام الحالي واللي بتعد إضافة قوية لأسطول إدارة الحماية المدنية بالمحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث في الدأهلية أعلنت مديرية الصحة العمل بـ 18 مركز لإجراء فحصات المقبلين على الزواج خلال فترة أجازات عيد الفطر المبارك من يوم التلات تسعة إبريل للحد 14 شهر إبريل الجاري وبتبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً لتلبية احتياجات المواطنين بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية في الشرقية أعلنت المحافظة عن بدء تشغيل التجريب لمحطة مياه البكرشة بطاقة أصميمية 51 ألف متر مكعب في اليوم على مرحلتين وده بتكلفة مليار ومئة ألف جنيه للقضاء على ضعف وصول مياه الشرب لأهالي منطقة الشمال ولتوفير كوب مياه نظيف للأهالي بمركزي الحسينية وأولاد سقر في الأليوبية أعلنت مدرية الأوقاف عن تخصيص أماكن ساحات صلاة عيد الفطر وصل عددها الـ 410 ساحة بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى